السلام عليكم معكم اسماع ابراهيم رمضان كريم وكل سنواتو طيبين النهاردة هنعمل كيكة الحليبي الساخن بالكاكاو كيكة هاشة خالص وطرية ومقادرها بسيطة خالص بس اتبع الطريعة معي وهتطلع احلى كيكة بالكاكاو وفضيت اللي زاد في اوالي كوب كيك يلا بينا عن مقادر وطرية التحضير اول حاجة هنعملها هنجيب اثنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة وبعد كده هاجيب كوباية سكر وابدأ اضرب بالمضرب اليدوي او الكهرباء عادي لحد ما تحس ان حبيبات السكر ده بتخالص هاجيبها للمواد الجافة في نفس الطبع اللي في المواد السائلة بتاعتي هنزل كوبايتين دي ومعلاية بيكين بودر كبيرة وربع كوباية كاكاو خام وزرة ملح وابدأ انخل الحاجات دي بالمنخل بتاعي انزل يعني كل المكونات منها عشان ادخل الهواء فيها وهبدأ بقى اضرب واحدة واحدة زي ما انتو شايفين ادخل المواد الجافة في اللبطين والكوباية السكر بتاعتي هبدأ بقى اعمل خليط الحليب الساخن بتاعي هاجيب كوباية حليب سخنة احطها في كانكا عندي وبعد كده انزل بالزبدة بتاعتي هنزل بخمس مكعبات يعني من مقدار حوالي خمس معالي وارفعها مع النار يعني يضبك بس الزبدة تسيح ما خليش الزبدة تغلي مع اللبن خالص وبعد كده انزل بالحليب السخن مع الزبدة ده على الخليط بتاعي وابدأ اضرب بالراحة اضربي بالراحة وهتلاقي تفك معيك على طول واحدة واحدة اضربي بالراحة هتلاقي على طول يتفك وزي ما انتو شايفين القوام بدأ يبقى كريمي معايا زي ما انتو شايفين وهفضل اضرب فيها لحد ما تاخد القوام اللي انا عايزاه اللي تحسيه كده قوام لطخين ولا رفيع قوي اهو هو كده بالشكل ده وحطه في القلب عندي وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 الفرن تكوني مسخناه قبل كده زي ما انتو شايفين القلب ده هياخد حوالي 30 ديئة معايا واتبقى مقدار من العجينة حطيته في اوالب كوب كيك خدي بالك الاوالب كوب كيك دي مش هتاخد اكتر من 7 دقايق وده هيكون شكلها كيكة طرية خالص وهشة تقدري تفطري بيها او تاخدي سناك مع كوباية قهوة على بعد الظهر او تقدري تكليها اي وقت انت حابات وكده خلصت وصفة النهاردة لو عجبتكم الوصفة جربوها وان شاء الله هتعجبكم وبالهانة والشفة وما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناة شكرا